السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة وصفة نيت قبل ما نبدأ و كنشكركم على كل تعليقاتكم على كلامكم الرائع و على دعمكم دائم شكرا لكم بثاف اليوم ها ان شاء الله سنشارك معكم حلوة الكريم او ليد خونش و شوكولة بكيكة العشر دقائق بوحد الكريم اللي كتجي خطيرة جدا في الماداق انا متأكدة إلا جربتوها غدي تعجبكم مية في المية قد تحضر بسرعة غلاساج هائل كريمي بدون جيلاتين إلا كنتو اول مرة كتزروا القناة اشتركوا و ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد على بركتي الله في ايناء كنوضعوا قبصر الملح ثم كنحتاجوا الاربع بيضات ليكونوا بدرجة حرارة المطبخ يعني خرجوهم من الثلاجة واحد المدة قبل الاستعمال باش تنجح معكم الكيكة من بعد كنحتاجوا كيسين نكهات الفانيلا ولا كيس واحد سبعة غرامة و نصف هنا يعملنا كيسين باش تجي امنكها بزاف بالفانيلا من بعد كنعملو سبعة ملاعق كبيرة من السكر الملاعق يكونوا ممتالين يعني ماشي ملاعق ممسوحة سنجيبوا واحد الاناء اخر اللي سنحضروا فيه دقيق باش يكون جاهز كنعملو سبعة ملاعق كبيرة من دقيق شوفوا معي الملاعق كيفاش كيكونوا كيكونوا ممتالين جيدا بالنسبة للغرام ديال السكر والدقيق مية وعشرين غرام دقيق و مية وعشرين غرام سكر من بعد كنجيو و كنحتاجوا الملعقة صغيرة من خميرة الحلويات البيكين باودر و كما لاحظتوا كل هاد الاشياء وضعناهم في احد الغربال كنحتاجوا كيسين من الكاكاو مايو عادين ملعقتين كبار او لا اربعة عشر غرام كنضيفوه واحد كنعود نأكد لكم الملاعق ديال الدقيق يكونوا ممتالين جيدا باش اجيكم الكيكا نجحة و الا عندكم الميزان خودوا القياسات بالميزان هادي نجيو و كنخلطوا الدقيق مع الخميرة و مع الكاكاو باش ينساجموا مع بعض و من بعد على بركة الله كنخلطوهم احتى في هاد الاناء كما لاحظتوا معايا و من بعد كنرجعو الخليط ديالنا ديال البيض والفانيلا والسكر و كنجيبو الخلط الكهربائي و كنخفقو جيدا حتى كيتغير اللون ديال الخليط كيولي لون ابيض كالكريمة هنا يا غتسولوني الاخوات اللي ما عندوش خلط ممكن تخدمو بليد طبعا ممكن لكن غادي ياخد منكم مجهود كبير يعني غادي تعياو لانا الخلط راكي يخدم بسرعة كنتقلو نخفقو حتى و اللي بهاد الشكل بغيتو تخفقو حتى بليد خليه بهاد الشكل ولكن كنأكد لكم هنا خصيكون ضروري الخليط تقيله لهاد الشكل كنجيو و كنجيبو الخليط ديال الدقيق مع الكاكاو والخميرة و كنبدو نضيفوه و احنا يكن حركو في نفس التيجاه و من الاسفل للأعلى كما كتلاحظو معايا ما تحركوش بطريقة عشوائية لان نخصنا نحافظو على الخليط يبقى لينا تقيل و يبقى ذاك الهواء اللي دخلنا فاش خفقنا البيض مع السكر من هبطوش إلا نزلتو ولحتو واحد الخليط أصفر تكون لكم في الخليط ولحتو ولا سائل يعني ما بقاش بهاد القاوام عرفو راسكم راه ملكيكا ما غتنجحش غتجيكم سلبة ضروري تحركو بنفس الطريقة لتحرك إذا نشوفوا معايا القاوام كيفاش يكون على هاد الشكل كنوضعوه في صفيح هذا الفرن اللي دهنتها بوحد درشة خفيفة من الزيت ممكن تدهنوها مباشرة بالزيت وترشوها بدقيق كما ممكن تعملو ورق الطبخ ورق الطبخ تهو دهنتو بالقليل من الزيت لأنه بعد الأحيان كيكون الورق ماشي من نوعية جيدة باش نتفادوه ميل الصقليناش لكيك ندهنوه سواء الطبقة خفيفة من الزبدة أو للزيت كنحاولو نوزعو الوجه حاولو تقدوه جيدا ماشي جهة تكون مرتفعة وجهة تكون خافضة لا يكونوا في نفس المستوى من بعد غادي ندخلها أنا الفرن ساخن من قبل غادي نعمل النار من الأسفل والأعلى في نفس الوقت إلا ما عندكمش هاد الخاصية عملو النار من الأسفل حتى تنضج ثم عملو النار من الأعلى كتاخد منه من عشرة إلى ربع ساعة فقط هنايا في انتظار أنا الكيكات نضج كنعملو كاس من الماء غنحضروه سيرو معا نص كاس من السكر بالنسبة للدرجة دي الحرارة دي الفرن أنا عملت مية وستين درجة مئوية بالنسبة الفرن غازي غادي تعملو درجة خفيفة وخدو بعيد الاعتبار ما كاتاخدش وقت طويل كنحركوه سيرو على النار حتى كيدو بالسكر وكننعملوه جانبا من بعد الكريمة غنحتاجو فيها 4 لتر من الحليب مع ملعقة ونصف من السكر 4 لتر من الحليب ومن بعد كنحتاجو ملعقة ونصف من بودرة الكريم باتيسيار او لبودرة الكاسترب اللي كنعملو في الميلفي غادي نضيفو منها ملعقة ونصف مع 4 لتر من الحليب ومن بعد غادي نضيفو ليهم الكاكاو ملعقة كبيرة او الكيس اللي كيوزن 7 غرام كنضيفوها في الاول باش ينساجم لنا بكل سهولة مع الحليب والسكر والكريمة كنخلطو الكل جيدا حتى كنساجموه ما كيبقاش داك الكاكاو متكتل من بعد كنوضعوها على النار وعلى النار كنبقاو نحركو هكا من حين لاخر باش ما تلتاصق لناش بالاسفل ديال ايناء نستمرو في التحريك حتى كنحصلو على واحد الكريمة اللي كتكون تقيلة شوفو كتبقاو تحريكو حتى كتوصل لها الدرجة درجة الغاليين ونخليوها مازال تغلي حتى تتلاحضو ولا تقيلة كنجيبو واحد الصحن باش تبرد لنا بسرعة كنصبوها في الصحن ومن بعد كنجيبو بلاستيك غدائي وكن ضروري ان البلاستيك يلمس لنا الكريمة باش ما تكونش قشرة ونخليوها تبرد ومن بعد ندخلوها للتلاجة هنا الكيكا بعد ما انتجات كما قلت لكم كتاخذ واحد العشرة دقائق الى ربع ساعة كنرشو عليها السكر بودرة باش من اللي نقلبوها ما تلتاصق لناش مع الورق الاخر هذا هو الدور ديال السكر ما كيخليهاش تطلق ديك الماء وتلتاصق كنزولو الورق كما شتورها تزول بكل سهولة وكنجيبو ايطار انا عملت ايطار للقياس ديالو عشرين سنتيمتر وكنقطعو على هاد الشكل ومن بعد هادو كل الجوانب اللي بقاوليه غادي نشكلو منهم كذلك كما غتلاحظو معاي كيفاش غادي نعملو يعني كنقطعو هكا غنوضع هدي جانبا وكنجيبو هاد طرف مع هاد طرف وكنقطعوه يعني راه ما كيجيش هاد العيب باين في الكيك نهائيا يعني كتجي من اللي كتقطعوها ما كتحسوش نهائيا انه طبقة اللي في الواسط راه ها مقطعا الان حاولت انني نغير ذيك الطبقة علاش عندي واحد الجيهة اللي هي منخافضو هابطة فاخديت جزء اخر من واحد الجيهة اخرى وقطعت بنفس الايطار باش يكونوا بنفس الحجم كنجيبو ايطار نعملوه في الكيك كنعملو الجيهة اللي كانت في الاعلى هي اللي كنعملوها في الوجه باش يجينا الوجه ديالا مقد مع الكريمة بعد ما بردت لنا الكريمة الاخرى كنت وضعها انا في المجمد باش تبرد بسرعة كنجيبو الخلاط وكنخفقوه كما لاحتو معايا كنخفقوه هكا جيدا بالخلاط ممكن تخفقوه غير بملعاقة ماشي بضروري الخلاط لكن يستحصل الخلاط باش ميبقوش تكتولات من بعد كنجيبو كاس من الحليب ما يعادل ميتين ميلي لتر ميتين ميلي لتر ولا كاس كنوضعوه في المجمد باش تكون الحليب بارد جدا باش تنجح لنا الكريمة من بعد كنجيبو علبة من الكريم شانتي او دريم ويب بنسبة الاسم ديالو في الدول الاخرى هنا محتاجيتش نديرو في المجمد لان الحليب مجمد هدا كافي را تجينا ناجحة كنفرغو المحتوى ديال الكريم شانتي مع الحليب المجمد وكنحاولو اننا نخفقوه هنا يا هدوك الخفاقات فرا ما غسلناه مش يعني وخاكانو في الكريمة الاولى ماشي مشكل لاننا غنخلطوهم من بعد كنخفقوه حتى كتولي الكريمة تقيلة على هدو الشكل كنبدو نضيفوها للكريمة الاولى وكنحركو في نفس الاتجاه وحاولو ما تضغطوش على الخالط يعني حركو وفي نفس الوقت ما تضغطوش باش تحافظو الى القوام ديال الكريمة هنا يا في الاول را سرعت الفيديو طبعا را كنخدم غير بشوية وكنبقى نضيفو كمية بكمية حتى كنندمجو الكريمات مع بعضهم وكن اكد ما تخلطوش بطريقة عشوائية وما تضغطوش على الكريمة خليوها تبقى هكا كريم هي ومن بعد على بركتي الله غادي نجيبو سيرو بعد ما برد تماما لاننا حضرناه من اللي دخلنا الكيكاف الفران غادي نسقيو جيدا طبقة الاولى ومن بعد غادي نجيبو الكريمة غادي نعملو كمية من الكريمة دائما كما كننصحكم في جميع الفيديوهات حاولو تقسمو الكريمة باش تجيكم هي هادي كنقسموها تقريبا للنصف غادي نعملو النصف الاول في الواسط والنصف الثاني غادي نعملو في الاعلى غادي نحاولو نقادو الوجه ديالها وكنجيبو القطعة الثانية هنو وضعتها مقلبة من بعد قلبتها غادي نوضعو كذلك دك الطرفة اللي اسبق لنا قطعنا ولا دك القطع كما شتو كنسقيوها جيدا ومن بعد كما غا تشوفو معايا را ما كيجوش ظهرين نهائيا في الكيكم اللي كتقطعوها ما كيجيش تلاقي بين ابدا كنسقيوه جيدا ضروري ومن بعد كنوضعو كيمية من الكريمة وخليتو حد كيمية قليلة اللي غادي نزين بها في الاعلى كنحاولو نقادو الوجه ديالها جيدا ومن بعد ما قادينا الوجه نحاولو نقادو يكون املس غادي ندخلوها للمجمد مشيت اللاجة المجمد ونخليوها حتى كدجمد خصوصا الطبقة الاولى باش من اللي قطعوها جينا مقادة نخليوها واحد ساعتين ولا ثلاثة تكون كافية من بعد كنجيبو كسرونة كنوضعو فيها 18 قطعة من الشوكولاتة ما يعادي المية غرام كنضيفو ليهم طولو تكاس من الحليب ما يعادي الخمسين ميليليليتر وكنضيفو ليهم راس ملعقة من الزوبدة وملعقة صغيرة من الزيت وكنوضعوهم على النار وكنبقى ونحركو على النار حتى كيدوب لنا الشوكولاتة مع الحليب وكنتنساجم مع الحليب هنا في هذه المرحلة ضروري تبقى وتحركو بعد ما كيدوب شوكولاتة وكيغلي الخليط كنتفعو عليه النار ضروري تفعو النار عادي باش تضيفو الكاكاو كاكاو هي كنعملو 7 غرام ما يعادي الملعقة كبيرة كنضيفوها الخليط كنعملو واحد الغربل باش ما هبطتش لنا التكتولات يلا هبطو لكم التكتولات وعملتوه مباشرة ما غاديش يبغي نساجم لكم بسهولة كنجيبو واحد الخلاط ولا خفاق يكون ملعقة وكنخلطوه حتى كنساجم لنا الكاكاو مع الخليط من بعد غادي نشعلو عليه النار كما لحتو معايا وكنخليوه يغلي لواحد المدة شا نقول لكم واحد المدة دي الخمسة دقايق تقريبا ولا اقل مهم مليك تلاحظو الخليط ولا تقيلو الماء تبخر شوفو الخليط كيفاش كيكون كنخليوه حتي برد ما توضعوشو هو ساخن على الكيك والكيك يكون مجمد وهنا يستحسن لو كانش واحد يساعدكم يعني واحد يفرغ الشوكولات واحد يوزعها لان الكيك تتكون جامدة الشوكولاتة او لها السلسة كتبرد بسرعة هنايا بعد ما قديتها كما لحتو راني خدمت بسرعة يعني غير تخبو الشوكولاتة بسرعة بسرعة هزو واحد الملعقة ووزعوها من بعد غادي وضعتها في المجمد كذلك حتي بردت لنا هديك الكريمة اللي في الاعلى او لديك السلسة اللي في الاعلى ما تقطعوهاش طبعا وهي ساخنة خليوها تمال ساخنة غادي نجيبوا واحد سكين وكان بدون نقطعوه في الكيك اللي هو مجمد يعني كل الطبقات مجمدين لش كنجمدو الكيك باش من اللي نقطعوه يبقى محافظ لنا على الشكل ديالو إلا كانت الكريمة مجمداش احنا كنقطعوه وهو كريمة كتخرج لنا من الجوانب من بعد غادي نجيبوا الكريمة المتبقية اللي شاركت معاكم خليتها غا نوضعها هنايا ونجيبوا القليل من الشوكولاتة او لهد اه اه المثل taste بقي نجيبوا في الاعلى هنايا كمالا ترى انا انا حضرتها في الليل و هذا في الصابح غادي داتي راكت جي رائعة الكريمة多م قامت بتجربوها عند إجعلك تجربتها ما انا ميدا كاً ثم تستحق jeszcze باكتéesżenia للديدة جداً جداً من اروع والد ما يكون اللدا رائعة ما تنسوا تشتركوا و닥متعوه تعليقاتكم ح الاولى التشجيعاتكم با استمر أو Glaze